بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله نلتقي مع الفقط الأول الثالث في الجزء الأول من قصة الأيام بعنوان أسرتي نتعرف فيه على أسرة طه حسين كم كان عددها وموقعه بين هذه الأسرة وكيف كان يعامل وما شعوره تجاه تلك المعامل كان الصبيع يريش في أسرة كبيرة تصل إلى 13 فردا مع أب وأم وكان لديه مكانة خاصة ومنزلة لا يعلم إن كانت تؤديه أن تسعده وقد كان يجد من أبيه ليلا ورفقا ومن أمه رحمة ورأفة وأحيانا كان يرى من أبيه وأمه إهمالا وغلظة من إخوته لاحتياط في معاملته وكان هذا يضيقه وقد اكتشف الصبي سبب هذه المعاملة بعد ذلك وعرف أن إخوته يكلفون بأشياء لا يكلف بها مما جعله يعيش في حزن صامت حتى علم الحقيقة وهي أنه أعمى أسئلة وأدوبة شاملة لأحداث الفضل ما تثب الصبي بين أبناء أبيه عامة وإخوته خاصة أو كم كان عدد أفراد أسرته كان سابعة ثلاثة عشر من أبناء أبيه وخامس أحد عشر من أشقاته من الأب والأم فالحوظة نستنتج من ذلك أن الإخوة من الأب فقط من أم غير أبيه غير أمه إثنان ما المكان الذي كان الصبي يحظى بها بين أفراد أسرته؟ كان الصبي يحظى بمكانة خاصة على ضغم من ضخامة عدد أفراد الأسرة لماذا كان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه؟ لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الإذراء أو السخرية ما الذي كان يجده الصبي من كل من أمه وأبيه وإخوته وأخواته في تعاملهم معه كان يجد من أمه رحمة ورأفة وأحيانا منها الإهمال والغلظة كان يجد من أبيه لينا ورفقا ثم يجد الإهمال أيضا والزورات بمعنى الابتعاد من وقت إلى وقت كان يجد من إخوته وأخواته الاحتياط في معاملته مما كان يسبب له ضيقا لماذا كانت الأم تحضر أو تمنع على الطفل أشياء تأذن فيها لإخوته؟ كانت تفعل ذلك خوفا عليه لأنه كان لا يقدر أن يقوم بها بما كانوا يقومون به وذلك لكف بطره ما الذي تحولت إليه حفيظة الصبي في النهاية؟ ولماذا؟ استحالت إلى حزن صامت عميق وذلك عندما سمع إخوته يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرون ما لا يرى وعند ذلك عرف الحقيقة وهي أنه أعمى اللغويات احتياط تحفظ وحيطة وحذر الازدراء الاحتقار والاستخفاف وحكسة الاحترام يحفظه يغضبه وعكسها يرضيه تحضرها عليه تحرمها عليه وتمنعه منها عكسها تبيحها الحفيظة ما يبقى في نفس الإنسان من الغلظ والغضب الغلظة الشدة والقصوة وعكسها لين ورحمة مشهوبا مختلطا منزوجا يلبس يتمر الزرار الابتعاد تدريبات وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئا من الإهمال أيضا والذرار من وقت إلى وقت وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه أنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشهوبا بشيء من الازدراء ألف في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي مرادس الزرار مرادس الزرار القصوة الغلظة الابتعاد الإيذاء مضاد الإزدراء التودد التوسل الاحترام الاهتمام كان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه وهذا يدل على قصوة إخوته فرط إحساسي كراهيته لإخوته مكر إخوته ب تحدث الصبيع عن معاملة أبيه وأمه له واضح ذلك مبينا أثر تلك المعاملة في نفسه جيم ذكر الصبيع أن له منزلة خاصة بين أفراض أسرته واضحها مبينا موقفه منها رأيك في هذا الموقف على أنه لم يلبس أن تبين سبب هذا كله فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا وأن إخوته وأخواته تستطيعون ما لا يستطيع وينهضون من الأمر لما لا ينهض له فأحس أن أمه تأذن لإخوانه وأخواته في أشياء تحضرها عليه وكان ذلك يحفظه أليس مراد في ألبس مضاد يحفظه المراد بالأمر با استنتج سبب ما كان يلقاه الصبي من إهمال أحيانا من والديه جيم هل كان الصبي راضيا عن منزلته بين أفراض أسرته واضح وأذكر السبب دال أعرف ما فوق الخط مع نفهم نتعلم ببساطة ترجمة نانسي قنقر